ما حضرتك على فكرة أن أنا بتلقى أي نوع من الأدوية أو أي علاجات بدون إرجاع للطبيب بدون ما يكون مثلا عندي سبق معرفة بتاريخ المرض أو غيره أو غيره أكيد الموضوع ده ليه مرضوط سيء جدا على الحالة الصحية الأمارية وفي أدوية كتيرة ممكن أنت تخدها ما تحسش بخطورتها اللي أدام نفجأ بعد كده أني فيه فشل كلاوي لقدر الله قل لي أبرز الحاجات اللي ممكن تسبب أضرار للناس ويبتسمعنا دلوقتي لو أنا خطاب دون الرجوع لطبيب أدوية تخصيص في أدوية كتير لازم ترجع لطبيب بالذات مرضى الكبد الأدوية المضادات الحيوية اللي بتتاخد عمال على بطال للأسف مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بدأت في ازدياد يعني إحنا بنحاول نسيطر عليه جدا في موضوع الحكومة في المستشفى بتاعتنا بنعمل سياسة استخدام مضادة حيوية بحيث كل مستشفى بيبقى لها السياسة بتاعتها حيث أن أنا مبقاش باستخدام مضادة الحيوية الخطأ في المكان الخطأ بتاعه لازم أستخدام مضادة الحيوية السليم وفي مضادة الحيوية معينة لازم مزارع عشان الريزيستنس بتاعتها عشان بعد كده أخد المضادة الحيوية أكد أن أخدش حيوية فده طبعا ده يعني بنلاقي نتيجة أحد عنده برد شوية برد يأخد مضادة الحيوية طب ليه تأخد مضادة الحيوية ترجمة نانسي قنقر